احتفل الرئيس الامريكي ترامب على طريقته بمأوية بيلفور والشموع التي اطفأها ليست على مائدة يتحلق حولها المحتفلون بل هي شموع كانت مضاءة في نفق طويل ليس له نهاية اسمه نفق السلام هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفة من كان لديهم بقية من رجاء او رهان على القاضي الذي اصبح غريما توقعوا في رفع الساعة الاخير ان الرئيس ترامب سوف يعلق القرار مرة اخرى لكن القرائن التي احاطت بالقرار والتوقيت السياسي دفع المراقبين الى التأكد من ان القرار سيعلن بصيغة نهائية وصريحة وسيكون اشبه برصاصة الرحمة التي تطلق على سلام ناقص واعرج اسمه اوسلو لا نعرف بالضبط كم قرأ ترامب من تقارير مستشاريه والعاملين في ادارته قبل ان يوقع قرارا تردد كل من حلوا في البيت الابيض قبله بتوقيعه وغاب عن الرئيس الشغوف بالمفاجآت الدراماتيكية والاستعراض المشبع بالنرجسية ان التاريخ ليس طيعا ودجانا الى هذا الحد بحيث يستجيب لمن يعيدون انتاجه او التلاعب بوقائعه وكذلك الجغرافيا فالعواصم لا تعين كالموظفين ولا تعتمد كالسفراء انها ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا معا والقدس لم تكن عاصمة طارئة او بوعد من لورد انجلو ساكسوني لفلسطين لانها عربية بكل ما يرشح من حروف اسمها ولو قرأ الرئيس ترامب قليلا ما كتبه